وفي ذات الإطار وقعت إذن وزيرة الخارجية السويدية آر ليندي اليوم وثيقة طلب الضمام بلادي لحلف شمال أطلسي النيتو وأوضحت ليندي في مؤتمر صحفي عقدته بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة ستوكولم أن التقدم بطلب الضمام إلى النيتو يعد أفضل خطوة لمصلحة السويد وأضافت أنه سيتم تسليم وثيقة طلب الضمام مع فنلندا إلى النيتو خلال وقت قصير وكانت وزارة الخارجية السويدية أعلنت أم سنة اثنين أن ليندي وناظر الفنلندي بكعافيستو سيزوران تركيا لمحث مسألة الضمام بلديهما إلى النيتو والجمعة الماضي أعلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفظ بلاده عن عملية الضمام السويد وفنلندا إلى النيتو وقال الرئيس التركي أن السويد وفنلندا لا تمديان موقفا صريحا ضد التنظيمات الإرهامية ولا يمكن لأنقر الموافقة على الضمامها إلى النيتو في هذه المرحلة اشتركوا في القناة